فريق من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زار المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا فأكد عدم وجود تسرب إشعاعي بعد أن تحقق الفريق من سلامة وأمن المفاعل من جانبه مدير المفاعل النووي دكتور سامر قاهوق قال إن المفاعل سليم 100% وتجرى له عمليات التفقد والصيانة الدورية واستهجن أيضا نقل مثل هذه الإشعاعات دون الاستناد إلى شيء حقيقي بحبط من المواطنين وأهل البلد أنه اللي سمعوه في التواصل الاجتماعي عن التسريب الإشعاعي ليس له صلة بالواقع وهو عارن عن الصحة ولم يكن هناك أي تسريب إشعاعي إطلاقا المفاعل الحمد لله مزود بأظمة أمان وبأظمة مراقبة وبأجهزة تراكب الإشعاع من الجاما والنيترونات والبيتا ولم تزد الكراءات عن الكراءات العادية اللي هي تعتبر الباكراوند اللي هي في الطبيعة